السلام عليكم ومرحبا بكم اتمنى تكونوا بخير مع هذا الفيديو اللي جبتلكم اليوم قبل ما نبدأ الفيديو نتمنى كامل تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيما عودتكم في روتيناتي انا حب ديما نشارك معكم روتيني كيما كم تشوفوا هذا قشي كتمو جدا وروحي باش نخرج حبيت نشري شوية سوال ح كانوا خاصيني ويا للأسف ستكون شين بلا كيما كم تشوفوا هنا ورحت للمرشي اللي كان قريب للدار وحبيت نديكم معي على بالي بزاف اللي هم متضايقين من حاجر الصحي كيما كم تشوفوا هنا كنا ندوروا في المرشي انا واخت الزوج تاعي ما نكذبش عليكم الاسعار في كل شي مرخيصة كل شي من نقصين في لي بخي ما نحكي لكمش اهنا هاد الفيديو درتو لكم باش تفاجوا شوية على رواحكم سيختولي راهم قنطانين ورايح هنشارك معاكم وشاشرية شوفوا هذا البلاطو تاع البيض كان سيارة وعشرين الف بالنسبة للناس اللي ما عندهم بشوين يديروا البيض كامل الحوانة اللي كانوا في هذا المرشي منين ذكرها بلع الحوانة تخرجوا طواب العند اللحانوا وتتاحهم وقعدوا يبيعوا بخير مرحلة كامل الحوانة اللي كانت تشري حاجة معاهم هو دير طابلة في المرشي وكي تتحقي حاجة كبيرة يروح يجبدها لك هذا الانديم مفوت عنده هذا يبيع لجوية الاطفال هما خردة ليست لبسة او لنرى بالصحة هم اجدوا تصيبهم في الفتيكي ولي بخيتاو لهم الالامة من بعد شفت هذا الطابلة كان عنده بيجامة كان سعر تاهم ثمانين نلف اللي يديروا مية ومية وعشرين ومية وخمسين كيف راكم اشتروا فيهم كان سعر تاهم ثمانين نلف توسيم ما نحكي لكم انا من هذه الطابلة كنت شريت لمويمتي بدعية سنشاركها معكم في اخر الفيديو اكتشوفوا هذه البيجامات كي شابين من بعد لبنة تحت الحانوت اللي بيع سوال حلقاتو احنا حبيت نشارك معكم الشموع تعالى عنيفاغساغ او تعيد زواج او البالونات هذه الزاسية الثانية تعالى عنيفاغساغ مع مغارف كما راكم تشوفوا هنا قال لي خلصيني خلصيني حق ما كنت تصوري قلت له انا نحن دي لك في بلي سيتي قل ايا صحة مع الجغي صوري في غرضك لابنة تشوفوا هذه القلبة منيش عارفة وش يديروا بيه بسحب ازاف عجبوني هذا كل الاساك تاعلي كادو هذا الكيسات عفوا انتاع لغغانزا اهنا لي مول كين ليسني هادو كتاعلي القاطو انا هاد الحانوت بزاف يعجبني في المعاملة التاعو ومان في لي بخي التاعو بزاف علامة هذا الحانوت جاي في المارشي تاع السينية جاي مسامي الحانوت تعلم معا كان واحد حانوت كبير تعلم معا هذا جاي مساميه لابنة هادو راهم دايرين حالة هادو اللي ملتع سيليكون شوفوا هذا الشكل كي شباب عجبني بزاف كان سيارتاهم عشرين نلف اهنا هادو اللي سياربيات اللي بواتع القاطو المهم لبنات بعد ما خرجت من عند هاداك الحانوت كوتشيريز برك شموعات على نيفيرسر شوفت واحدة الطابلة يبيع في الايغوب اماجينيو ماذا حال هذه الاغوب؟ هذه الاغوب كان سيارتاها ربعين نلف كارونت مين اقعوش كان حاطف الطابلة كان سيارتاها ربعين نلف انا هنا كنت شريت ايغوب من بعد فينا المومات جيتني شبسكو انا زمينا وطع واحدة رقيقة من بعد دخلنا عند هادا الحانوت كات اخت زوجتها يحب تشري البنتها شوفوا الايغوب شابين كان سيارتاها مغي مئتين نلف مئة وخمسين من بعد لبنات عاودنا ولينا للدار وهنا رايح نشارك معاكم كامل وش شريت احنا لبنات كوت شريت هذا البدعية شريتها لم يمتي ربي يحفظها ويطول في عمارها كان سيارتاها مئة الف جيسي تاعة هذا الكتان البارد تاع الصيف جاية دي ميمونش راح نفتحها معاكم ونوريها لكم انا حبيت نديلها هذا الكولغ بس كو ما عندهاش كامل هذا اللون جاية تخيسة امبلتا كل يوم اكم عارفين الكبار اي حاجة تفرحها وكوت شريت هذي لاغوب اللي قلت لكم كان سعر تاعها ربعين الف والله لا سعر خيالي وشبه بزا في لبستها سيختولي واحدة تجهز ولا تدين منها مربعة ولا خمسة ومشي خسارة قلت لكم انا ما جاتنيش هذي لاغوب مالقغيل تيوسيتها الاستيك بساح ما جاتنيش شوفوا تيوسيتها ها كيفاش داير اهنا لبنات عند حانو تلقاطو كنت شريت هادو شموعة بس كولاني فاغ ساقتع الزوج شايرة ها قريبة وكنت شريت ثاني هادو اللي بوغت مونجي هما جايين تعزداج راح نفتحهم معكم ونوريهم لكم ما زال كامل مفتحت هامش فيهم خمسة من الكبيرة لصغيرة ساقتع الزوج وامامتون يتبلعوا ويدخلوا للميكوراند هامليكم الابنات هم الاكبر الاصغر بزاف شابين بزاف عجبوني وشها الحندي كنت نحوص عليها وما صبتهم مش غير اليوم اللي صبتهم هادو كان سعر تاهم خمسة وثلاثين نرف هما كانوا ينباعوا خمسة نرف بساحة ذاست عندو الحبة التالية باعها لخمسة وثلاثين نرف المهم لابنات هذه كامل مشترياتي هذه الخرجة التاعي حبيت نخرشكم معايا ونفوت معاكم روتيني لابنات نتمنى ان شاء الله يا ربي روتيني كان اعجبكم ان شاء الله ما كنتش تثقيل عليكم نغلكم الابديو حدو خمسة ان شاء الله ان شاء الله ان شبكم خير وماتنساو جدلو لليكومنتر او جنب سلام اشتركوا في القناة